اشتركوا في القناة القوات المسلحة المغربية ابرمت صفقة جديدة مع الصين للحصول على طائرات وينغ لونغ 2 بدون طيار لتعزيز القدرات العسكرية الجوية للقوات المسلحة الملكية التي باتت تمتلك احدى طائرات الدرون في المنطقة ويشار أن الجيش المغربي يمتلك طائرات استطلاع اسرائيلية تصنع من طراز هيرون المسيرة اقتنها بقيمة 50 مليون دولار وطائرات بدون طيار من نوع هارفنغ المتطورة وطائرات مكو 9 الشهيرة بلقب حصيدة الارواح ودرون هيرميس 900 وطائرات من بريدايتور المعروفة بمكا 9 بي الامريكية كما ينتظر المغرب التوصل لشراء دفع من الطائرات بدون طيار برقدار تي بي 2 التركية وسبق للمغرب انتسلم وينغ لونغ 1 النسخة الاولى من الطائرة بشكل مستعجل من دولة الامارات العربية المتحدة في وقت سابق من السنة الماضية وتؤدي حاليا مهامها على اكمل وجهة في منطقة شرق الحزام الامنية نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء